فأيقولك إن في 2024 كان عندهم حوالي 121 ألف موظف وأكتر من 60 ألف مهندس وباحس وفي 2024 بس كسبه أكتر من 47 مليار دولار من التعاقدات الحكومية إحنا نتكلم عن سوق ضخم جدا بيتضخ فيه سنويا مئات التريليونات فلما تقرن الأرقام دي بأرباح الشركة السنوية هتتفاجئ جدا وهتتفاجئ أكتر إنها كانت معرضة للإفلاس قبل كده وانقذتها الحكومة الأمريكية لدرجة إن المحللين وصفوها بإنها تو بيج توفيل أكبر منها تفلس حينا نتكلم عن الشركة اللي صنعت أسرع طيار التجسس في العالم الاس آر 71 بلاك بيرد وبعدها عملت أقوى طيارة حربية شبهية ليف 35 لايتينج تو وهنا بقى محتاجين نسأل شوية أسئلة مهمة إزاي شركة طلعت من جراج صغير بقت النهار ده واحدة من أطخم الشركات في العالم والجيوش بتعتمد عليها بشكل أساسي وإزاي بقت كبيرة لدرجة إن الحكومة الأمريكية نفسها مش قادرة تستغنى عنها ليه أمريكا وقفت ضد الشركة في بدايتها والنهار ده ما تقداش تستغنى عنها وإيه السبب في إفلاسها